السلام عليكم. أهلا بكم إلى كورس الاندوكرانالوجي المقدمة قبل كبتشينو أكاديمي. أنا رواء أنوار وعن محاضراتنا اليوم بعنوان لابتس مليتس. بدل ما نفتعوذنا قبل ما نبدأ المحاضرة سنسوي يعني كويك ركاب على المحاضرة السابقة اللي أخذناها. المحاضرة السابقة كانت بعنوان البنكرياس وتناقشنا بها عن شن هو البنكرياس وشن السيلز اللي بي. specifically الاندوكراني فنكشن وعرفنا من البنكرياس فرز هرمون يسمى الإنسولين شانين فرز in response to hyperglycemia or increase glucose content in the blood. ويسوي ذي يخلي لنا الخلايا تاخد كلوكوز تبايفه في المصدر طاقة للخلايا ويخفف من تركيز كلوكوز داخل الدم. وعرفنا انو الإنسولين شغبة ما يكتفي بس بهذا ما يأثر على الخلايا الكبت يأثر على الخلايا النسيج الدهني أثر على خلايا العضلات. ويسوي مجموعة من الأفعال الحيوية. اليوم راح نطلق إلى موضوع آخر يتعلق بالباثولوجي. حنا مثل ما تعودنا محاضرات نحن ناخذ ببداية بيستيك اللي هي الاناتومي histology, embryology and physiology. بعدين ناخذ محاضرة عن الباثولوجي. الباثولوجي مثل ما ناخذ بالمحاضرات السابقة هو any the arrangement of normal function احنا لما يصر عندي the arrangement of insulin function راح يصر عندي disease كلش معروف اسمه dm. الباثولوجي أو يسموه الداء السكري بداية عملين شرحا دابة تسميته. ذات النوع هو شنوه الدابة تسميته. هو عبارة عن metabolic syndrome خلينا نجح نفصل هاي الجملة. او 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 احد اللي يقول لكم شنو الدين تقول هاي metabolic syndrome ماذا يعني metabolic syndrome يعني إلها أثر على normal metabolism of the body for the arrangement of the normal metabolism وسندرم تنطلق على اي مجموعة sign and symptoms تتعلق بمرض معين هاي ناتجة او مو ناتجة او مو ناتجة انما كنكون معرفة في الشيء كلش مهم يعني هي الكاركتر مالتها او السماء الرئيسية لهذا المرض هو في الشيء اللي يسموه الhyperglycemia الhyperglycemia هو صعود السماء الرئيسية سكر الدم او بو من نورمال ريج اوكي طال هاي ليش شنو السبب مالتها واحد قلت ليش ليس عند هايبرglycemia السبب بالديام او السبب متعددة بس اهم سببين كنت تعرفوها كالاتي نو انسولين او يسمو انسولين ديفيشنسي او انسولين ديفيشنسي السبب الاخر السبب الاخر هو انسولين انسولين السبب الاخر سيكوني الديام او انسولين سيكوني الديام اسبب الاخر او انواع اخرى لا يوجد انواع اخرى او اسباب اخرى ولكن يجبه نهايه ونخدم نهايه المحاضر. الـ DM Type 1 المتابولة 구ديد مياه الـ Cyberglycem من الهيبرجليسيان جاية من شنو من إنسولين ديفيشنسي شنو معن إنسولين ديفيشنسي يعني إنسولين ماكو زين واحد يسأل زين ليش ماكو إنسولين شنو السبب الديام بالحقيقة الديام تايب 1 هنانا الإنسولين ديفيشنسي راح يكون ابسلوت شنو يعني ابسلوتين أصلا هذول الناس ماعدهم إنسولين ليش السبب هو أوتو أميون هذا الدزيز هو أوتو أميون دزيز وبجينتك كمبونت بالحقيقة هذا الدزيز بجينتك كمبونت كلش واضح ومهمة يعني الناس لازم عندهم استعداد وراثي عم يستعدهم هذا المرض الجينتك مات جينات معينة ينتقل وراثيين بالعوائل يسوي لهذا المرض الطفل لما ينولد يكون حامل لجينات الجينات طبعاً أكون أنواع مختلفة من عدهل وهو جينات مو نوع ومنوعاً بس أهم جينات لازم تعرفوها هو HLA DR 3 و 4 هذا تحفظوها حفظ هاي أهم إثنين جينات شو راح يصير؟ اللي يصير أنه أنا لما يكون عندي هذا الجين شو راح يصير؟ راح يصير أنه الاميون سيستماتي T-cells راح تتعرف على البيتا سيلز مات البنكرياس بيتا سيلز تفرز لإنسورين as a non-self non-self يعني في شي خارجي وتهاجمها لما يتهاجمها يمكن تكون تهاجمها direct سييتوكسيزيتي وسوها destruction ممكن تحفظ لي بيتا سيلز مو بيتا سيلز بيتا سيلز ماتي الاميونيتي وسوي لي أنتي بودي ضد البيتا سيلز كل بساطة الفكرة راح يصير عندي بيتا سيل ديستركشن فبعد شنو ماكو بيتا سيلز هذا شنو سيفسر لي فاستني ليش أنا ما عندي إنسوري السبب الحالي هو destruction of beta cells in the binكرياس أوكي فهو يعني autoimmune mediated disease أو سمو T-cell mediated autoimmunity يعني تعلق كلها بالT-cell أكو ناس يقول يعني العلماء سيبقوا بحوث على هذا المرض يقول لك أكو مرات أنه هاي T-cells وحد هاته تهاجم البيتا سيلز بدون أي سبب ومرات اللي يقول لك لا يابا موحد هاي أكو environmental factors يعني أشياء بالبيئة environmental factors راح تحفز للT-cell هاي إنو تهاجم البيتا هي بحاجة مش هاتهاجمها سابقا إنما أكون environmental factors راح حفزتها أهم environmental factors راح تعرفوا عليها هي هي viruses mumps, coxsaki, virus إنواع مختلفة أو مرات لك مثلا أدوية معينة السبب لهاي التحسس يخلي إنو T-cell تهاجم البيتا سيل مرات اللي يقول له لا أكو فهد chemicals يعني فهد مواد كيميائية بالبيئة سوي ليه شيء بضبط إن شونا يعني أكو اختلاف عليه هاي جدا طبعا هذا disease destruction ما تيسال مرح يصير يعني رأسا يعني ما ينولد الطفل بسكر لا إنه ما يصير يعني ويالوقت شلون الطفل إحنا راح ينولن طبيعي البنكرياس ماتة يحتوي على مجموعة كل الشبيرة من الآيزلت أوفلنجرهانس داخل الآيزلت أوفلنجرهانس داني شرح يكون عدي عدي بيتا سيل هنانا أكو بيتا سيل التي سيل ببداي ممكن ما تكون متعرفة على البيتا سيل ممكن نسبق أولي آخر لأسباب يعني فيروسي كيميكالز بكشرة ممكن جينز ممكن يعني اذا كوزز هاي التي سيل راح تعرف على البيتا سيل ويجي تبديد تهاجمها لما تهاجم تهاجم كل البنكرياس سوى لما راح تهاجم شوية شوية فببداية البنكرياس راح يفقد جزء من مات الخلايا يعتبروا انها راحة وخلال اي شهر سنوات راح يفقد جزء ثاني ويفقد جزء ثالث فسواء كدني خلايا اخرى فهاي بعد تفرز انسوني خلال هاي المرحلة من البيتا سيل ما علي اي اعراض اصلا انت ما حلماذر انه بيفشي اوكي هاي راح تستمر راح يفقد البنكرياس 10% من وظافة علينا يفقد تعال هنا نقصد اندوكراين فونكشن 20% من وظيفته ويستمر التدمير خلال سنوات من حياة الشخص الى ان يوصل البنكي الاسفق تقريبا 90% of the active tissue يعني 90% من النسيج البتا سيلت شان تفرز انسوني الدم مرت وقالي بس 10% هنان راح يطلع عندي ال over disease يعني يطلع عندي انه الباشن يصير عنده ديئة قبل هلا هو اكو ديستركشن اكو اوتو اميون ميكانيزم لما اقيس السيروم البلاد مات هذا البيش راح ألقي انتيبودي تو بيتا سيل عالي عده اذا اخذ هتحبكم اذا اخذ خزعة من البنكرياس راح يشوف المهم انه هو عنده اميون ديستركشن مستمر بس ما عنده ديئة ليش؟ لان اكو جزء من البنكرياس بعده موجود يفرز الانسوني اوكي لما انفقت بس تسعين بالمية يلا ينصر عندي ديئة زياد احنا اش راح يصير بالبنكرياس راح يصير في الشيء كلش مهم اخذ اذا اخذ في اليوم اخذ عن البنكرياس اخذ هذا البنكرياس اخذت جزء من عنده طلعت لي بره اش راح اشوف اهنا هذا الجزء راح يشوف اكو ايزلت بها خلايا مع البيسة طبيعية اوكي اخذ نقول انه تي سيلز هي بالحقيقة لدي نقاط الزرق احنا راح اشوف لشغلة انه هاي اشوف تي سيل انفلتريت الداخلة بها من الجزء بالنجره绑 هذه اعطب واحدة في اكتورنا راح االقاح العمل احلا ت置�터 وهذا تي سيلز ترى الجزء وذلك الحوال تتذكر ابنتك تدعين سيز بكتوريا لو سيزور انخرين pc شغل ذهب 쳐 إنسولينيتس يعني الإنفلاميش تتعلق بالإنسولين البردوسينج سل وهي كاركترستيك أو باثاكنامونيك أو تايب 1 دي ام تعفوشين عن باثاكنامونيك يعني 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 ما تشوفوه تقولين هذا تايب 1 أنتم غمضين عرفتو نهاية مخصصة بسين هذا المرض هاي الإنسولينيتس خليتكم صورة بالمحاضرة مالت الإنسولينيتس هاي تتبعون هاي النقاط الصغيرة هنانا هاي النقاط هاي الإنسولينيت هادة الإنفلتريشن مالتي سيلز والبي سيلز والاميون سيلز بشكل عام هنانا هاي نورمال ماكو لو تخبرووا الصورة بأجهزتكم رح تجدون هاي هلانا كلها إنفلتريشن وهنا بالليتر س تيتاتيج رح تشوفوهن إنه السيلز consume كانت طبيعي هنا هلونها فات زوحر وصارت لونها غامق ودستركتد كلها مدمرة هاي اللون الغامق بالخلايا معنى هنالخلايا الدمرت وعشو الزغران وقفت حات بيناتها وعشو شانت مملية وحلو لونها فاتح لان لونها طوخ لاني صارت بيها تدمير وبعد اكو خلايا منها عية صغيرة وهاي باعوهنان هاي الانسولينايز قلنا هنالا كان البيشن اكو جينيت اكسبتابلتي يعني اكو في البيشن هذا النسان حامل جينات انه يصور بعدين عنده تايب اون بس هنا هو نورمول السلس بعدها مو ديسركتد البيشن ما عنده حال حال اي طبيعه عادي هنا احضر عندي انفيرومنتل تريقر صار عندي صار عندي صار عندي اميون ميديتد انفلماتري سيل انفلتريات ودسركشن للبيتا سيلس ما عافظت تكون مواضحاتكم الصورة دخلت الاميون سيلس لانجرانس وبدت تدمرها اهنانا صار عندي التعليماتري 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 هنا انا 10% وراثة السنة 20% وراثة السنة 30% هنا انا 20% اوكي طلع عندي اوفرت يعني ظهر اوكي اتوقعتكم الباثوجينيس مات الدي ام وضحت ها دي ام تايب 1 زين واحد مثلا يسأل مات الدي ام تايب 1 الفترة تختلف مرات واغلب الاحيان تطلع من خمسة الى سبع سنوات سر البيتشت عبر خمسة الى سبع سنية يطلع عندي الديابيسيس تايب 1 مات الديابيسيس يكتشفون انه عنده سكري اصلا يطلع عنده على السكر مرات لا مرات لا يتأخر 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 الى ان يعني ممكن يطلع بالعشرينات ممكن يطلع بالثلاثينات المهم جو ال يعني جو الاربعين سنة هذا النوع هو تايب 1 بالحقيقة اسمه لادا شو يعني لادا يعني هو نوع من التايب 1 بس لادا ليش لادا؟ لانه هو لاتنت اوتو اميون لاتنت معناها خامل او صامت هذا يستمر يعني على كيف يصر يعني على كيف يصر يعني على كيف يصر البيتشت يصر كبير يقولك هذا لا تايب 2 بس بعدين شو يعرفونه هذا تايب 1 يقيسون السيروم انتيبودي يلقوا انه هو يكون عالي هو يكو انتيبودي توبيتا سيل فبعناها انه هذا لا يابه هذا مو تايب 2 هذا تايب 1 بس يانه نوع من تايب 1 اللادا يكون لاتنت بالتايب 2 ماكو انتيبودي لانه مو اميون ميدياتي حسنا طبعا الفرق هماتي مثل تايب 1 و تايب 2 فرق كلش حلو انه البيتشت هذا الكلينيك اذا تشوفوا البيتشت يحتاج انسولين لو محتاج انسولين التيب 1 كلهم انسولين ديبندنت انسولين ديبندنت يعني محتمت فقط على الانسولين ليش اندرسا ما عادهم انسولين فلازم انطيهم انا عوضهم هرمون جسم الطبيعي الناقص لانهو بيه لان تعرفون الانسولين بيهوي فلازم انو انطيهم فدول انسولين ديبندنت اذا ما انطيهم انسولين ممكن حتى يموتون اما التايب 2 لا ممكن سنين يابوا سنين حتى لان سنة حياتهم هما يستمرنون على ادوية تقلل السكر الدم ما ياخذوا انسولين ممكن ان ياخذوا انسولين عرفته هاي التسمية حاليا ما مقبولة ليش؟ لانهو كي تايب 2 هم ياخذ انسولين فذلك تايب 2 كان سمونا انسولين ديبندنت فهس هم يعني اكثر شي احنا نقول تايب 1 مو انسولين ديبندنت ستعرفوا انهو يحتاج انسولين بالعلاج اوكي سعرفت شو كنت يطلع ال ديزيز هسا احاولكم شون رح يطلع الديزيز اوكي هاو دي امبايشن تبريزنت يعي شون يجوك بكل بساطة يجونا بطريقتيا اما يجيك بسالين انسيمتم اما يجيك بكملكيشن سالين اف سيمتم اف ديزيز كلش سهلة واحد يفتهنها السالين نفسكم كالاتي سوف اشحلكم يا عمو تفتمون شون جدي بس اخلنا بسحل بسحل بساطة عندي هذا البلد سترين هناك بلد البلد اوزمالارتين تعرفوها ثابتة انا دايسون عندي مخلوقات كلها تراكزها ثابتة يقوم الكلوكوز يصير كل شعاري إنسولين ما عندي هذة تايبون ما كانوا إنسولين بعض فرح يصعد الكلوكوز الـ osmality of blood راح تصعد فش راح يصر عدي الكالية تريد يتعدلي الـ osmality of blood راح تسحب دم يصف الدم سيصحب الكلوكوز الزايد ويطلع عندي باليورن وين الكلوكوز؟ الكلوكوز يحتاج لعوده سوف تنقل الى و سوف تفقد لي كلوكوز و راح تفقد لي واتر كلوكوز و واتر فالجسم تعرفون الجسم ما الانسان 70% مي وهذا المي يزاد يطلع كل شي هوى لان اكو كلوكوز عدي عالي فعمل اطرح الكلوكوز يطلعوا اياه مي كل شي هوى فش راح يصير عندي انو البيشنس راح يتقدمي بتثع اعراض نتيجة هذا الباثوي يسموه اسمولر 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 هاية تكون واتر و كلوكوز يطلع فش يكون زيادة عنده بالتبول يسموها بوليوريا شوفوا هوا يروح الحمال هذا الباتيينس مي دا يفقد عنده في الجسم يقول لي عاولني اريد مي فتلقوه يشربوا هواي مي فيش يكون يسموه هالحالة ما يشرب هواي مي يسموه بولي دبسية عطش كل الشديد يشرب هواي مي اوكي وبعد بعد اكو شغلة ثانية تعلق بغير باثوي هذا الكلوكوز لان ما اكو انسولي مي يطب للخلايا تعفون وظيفة الانسولي داخل الكلوكوز للخلايا فالخلايا راح تكون شنوه هاي خلايا هاي عضلة هاي خلايا هاي عضلة اكو هنا بس مدى يقدر يطب فهاي الخلايا شون تكون جوعانه هانجري سيل ما عدها مصدر للغذاء فش تقوم تقوم تدمر نفسها عم وتوفر غذاء لها اوكي وتفرد وتطلع للجسم شو تقول لي تقول لي هلب اريد غذاء هالالبشت شنو مدى ياكل ليش ماكو غذائلية فرح يقدمني بعض توع يعني عرضين اثنين واحد اسمه بوليفيجية يعني زيادة بالاكل اللي قوم هالبش نمشوا ياكل وشنو؟ ويتلوس نقصان بالوزن ليش؟ لان الخلايا قام تدمر نفسها ومو بس العضلات لنسي يجده هني وغيره اوكي هذاني الثنين لما نجتمعن واحد يجي تقول لي يقولك هذا ابني ياكله كل شو واي دكتور ووزنه دا ينزل دا يضعر ياكله هواي ضعيف لازم الشك انه عندي ممكن دابتس مو الا بس ممكن شك انه عندي دابتس فهاي الاعراض مال دابتس بوليورية بولي دبسية بولي فيرجية وويتلوس اوكي هاذا اذا رقفتو من وقت جايكم بالاعراض فهو يعني لكي اوكي هسا خلني مساح هاي ونجيكم على الكمليكيشن انتو لاحظت في الشينا من انا شرحت قلتلكم انه هذا البيشنت هاي هاي مكتوبة مخربة دخل المساحة اصلا اي اي هاذا يجيني؟ هاذا يجيني بكومبليكيشن هاذا خلني راجعلكم البارت ما تل شليش صار عنده بولي فيجية قلتلكم المسلس او الخسلالس احتاج غذاء وكلوكوز اوكوز ما دي وصل لها فتقوم شا تسوي تطي اوامر للجسم يابه اريد غذاء give me food اوكي فش راح يسوي الجسم راح يخلي البيشن الانسان يأكل اكثر يقول له ايت يحس نفسه جوعان يقوم يأكل فهاي البولي فيجية اوكي وبعدين ش راح يسوي راح يقول له ليفور يقول له يا ليفور صاني عندي كلوكوز فحصاني عندي اني كريز جلوكو نيوجينيسيز البيشنط اصلا عنده هايبر غليسيميا هايبر غليسيميا هاي راح يصعد لي بعض تضيف لي بعض كلوكوز ضده وهذا راح يقول راح يضف لي بعض كلوكوز ضده والمشكلة الاساسية موجودة ما كن سؤالين هاذه كلوكوز ش راح يصير راح يقول له يتجمع بالدم اوكي فيجيني البيشنط هنانة مصيبة كلوش شبيرة هو ديهاك كلوش هواية واللي برد يصنع لك كلوكوز كلوش هواية هو اصلا عنده هايبرغليسيم ما عنده انسولين فماذا يستفاد من عنده فليسا عندي هاي المشكلة دزيد 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 فيجيني ب كومبلكيشن كومبلكيش راح يجي بيها ديهايدرايشن خصوال لهو طفل يعني شون جفاف لان جسم قام يطرح كومبلكيشن هاي واحد اي وسائع بسيط اوكي والديهايدرايشن يجيني في الشغلة اسمها دي كاي اي او الديابتك كيتو اسيدوسيز فشيكوش مهم تعرفوا بديابتك كيتو اسيدوسيز هذا كومبلكيشن يصير اغلب شي بالتايب 1 دي ام وجيك البيشنط بي تعرفوا مرات بهذا الكومبلكيشن مرات يعرف انه هو عنده سكر اوكي بس ما مسيطر عليه مرات تلاقيه وكاني ما بيه سكر هو ما يعرف اصلا هو بيه سكر اوكي اوكي ايش راح يصير بديابتك كيتو اسيدوس السكر ما التمره يصير كلش عالي ممكن تلقاء طبعا من 250 مرات مرضى من 250 ساعدهم هاي الحالة ممكن يوصل حتى ال 600 ترى وماكو فد يعني بالمصادر فد قيمة محدة لان ممكن يكون بايد رينج شراح سرعين جاحت عني دي هايد رايشن وعرفنا ليش مش هيهنان مرات يفقد المريض 6 ألتار من المي بالجسم مودة ماي تعرفون ها طبعا بالأدلت الكبار مو بالصغار بالصغار هيش مي قدروا يفقده هنش سواء ويهذا المي الزاي تعرفون نحن 70 بالمية من وزن جسم مي فالمريض يعني الواحد ذات شبيرة يعني عمرة شبيرة عفوزنا سبعين كيلو فمرات يمكن اكو عشرين لتر مي داخل جسمه خمسة من عدها دم والباقي من عدها يكون انتراسيلولار و انتراستيشيال و هاي فهذا يفقد فد كمية كلش شبيرة من المي فسعدة جفاف و هي يفقد الكترولايت اللي هي الصوديوم والبوتاسيوم من داخل الدم الكترولايت لوس ضافة الى هو يعني هيبرقليسيميك الكترولايت لوس و حالة كلش خطرة يجيك مرات يجيك لا قاعد بس تعبان مرات يجيك بوجوع بطن تقيو بس شي اشيات ما لها دخل يعني مرات يجيك لا كوماتوز يعني فاقد الواعب كومة داخل بغيبوبة يعني سكرة كلش عالي و يقوم بس يتنفس مادة يقدر فهاي قلية تتواصلك النتيجة انه هذا البينشيت ممكن يكون عنده تايب 1 دي ام اوكي و جايب كوماتوز فعرفوا شون يبريزنتد بتايب 1 دي ام لو يبريزنتد بساينة سمطومات عتيادية مع السكر لو يبريزنتد به كوماتوز اللي هو دياباتك كيتو اسيدوسيس طعايا بالضبط تتعفون دياباتك كيتو اسيدوسيس مو كلش يعني هو في موضوع مطول مو كلش بالضبط لازم تفتهم انه ليش تصار عندي بساب زيادة كلوكوز يصار بدي ديهايدريشن انكترولايت لوس يجين بيشت مراد طبيعي قاعدوا عنده ابداومنال بين بوميتنج يعني جوينت بين من هالسوالف مراد يجين كوماتوز و عنده فد علامة مهمة التنفس مطي يكون عميق وسريع يسموه اير هنقر مثل ما واحد جوعان الهواريد هواريد هوا مده يقدر مو صباحه هنانش ليصر عندي اذا عرفتوا السن انسبتو زمالتها هنانش ليصر عندي ليس ليصر عندي من عرف كيتو أصدوسوس هنطلع لكم هناصر ليصر عندي هناانان انه السكر مودم ليصعد كلش عالي الجسم السكر كلش عالي الجسم ما يقدر يستخدم هذا السكر فهي حصل نعبوعد ليصعد ويزود بعض السكر طير يصعد يسعد يسعد ومعدي ينسورين عنه مو يدخل الخلايا فالخلايا شو تقوم تقوم تهضم الدهون الفات تقوم تستعملك المصدر سوف تقوم بأيبولاس طيان هذا الليبوس مقدار يستمر إلى الأبد لأنه أصلا مو مصاب بالجسم فهو راح يتحول الفات إلى كيتون بوديس كلكم تعرفون الباثوي وهذه الكيتون بوديس راح تسوي لي تزود حموط الدم سوي لي أسيدوس سوي لي يورينايشن سوي دي هادريشن كثيرا واضحات إذا كل شيء تحسوها صعبة إذا كوية مرتلخ أو ممكن بس يعني تعرفون إنه هذا ديابة كيتو أسيدوس وقع ما مطلوب معتكم التفاصيل المهم هنال شوان تعرفون إنه هذا المريض يجيكم عنده ديابة كيتو أسيدوس شغلا كلش سريعة تقيسونا سكر الدم سوي تحليل ما السكر سمو راندو بلدو كلوكوز وتقيسونا الكيتون بودي باليورين كيتون بودي راح تلقوها كلش عالية راح تعرفون إنه هذا بلدو كلش عالية بلدو كلش عالية سوف يكون إنسولين ويكون إنسولين فقط تعاوضوا إنسولين على سكر تأخذ الخلايا وتعاوضوا سواء المفقودة طيب هي مو هي تشي سهولة بس هي هاي البرنسبول لازم تعرفوه اوكي اي حسنا خلنا نشوف نتوقع احنا نغطينا كل شي تعلق بالتايب وان دي ام اي بس شعلا واحدة بقيت ولاحظة سريعة اللي تايب وان دي ام هو بالحقيقة مو أكتلكم هو أوتو اميون دي ام فمن المحتمل انه انا القى البيشنت اللي عنده تايب وان دي ام عنده اي اوكي خلق تمور تلو عنده تايب وان دي ام عنده اوتو اميون كوندشن اوتو اميون كوندشن على اساس من المنطلق ان المصائب لا تأتي فوراق مرادة فجاي ب الجماعتها وياها اهم الاوتو اميون كوندشن راح القاها مرادة مو اميون تايب وان دي ام هو الفشي اسمه السيديك دي ازيز او حساسيات الحنطة مرات القى لا تايرو دايتس يعني التهابات الغد الدراقية وهي تكون اوتو اميون نوع الاوتو اميون تعرفون هاشرحنا سابقا هاشر موتوا اخوه ثاني او مرات تكون عندي بتلايغو البرص هذا يعني أو البهاقي سموه هذا أوتو اميون دستركشن ممكن دني موجودات ممكن لا ممكن ممكن لا بس مرات تلقوها اتمنى تكون الـ Type 1 DM عدكم واضحة طبعا اذا نرجع لمحاضرتنا شرحت كل مكتوب هنا سوف ترون السمتوم هايبرغليسيميا اللي هي حشينا عليها الثراريس البوليوريا نوكتوريا نوكتوريا يعني بالليل كل نوكتور يعني ليلي وهي يقعدوا هاي بالليل وعرفون هي مزياد هاي ممكن الـ Tiredness Fatigue لأنه ما عندي كلوكوزي يدخل للمسل بلوريغ أو فيجين و هاالكوليسي لديك يعني light complication أغلب شي بالـ Type 2 فالليح شحركم يا ويالـ Type 2 هنا هنخياتكم مقارنة بين Type 1 و Type 2 هذا اللي شرحنا علي هسه راح نبدي بموضوعنا الاخر هو النوع الاخر من الـ Diabetas اللي سمينا الـ Type 2 Diabetas الدي ام النوع الثاني الدي ام تايب تو طعن هذا الدي ام تايب تو راح تشوفون في الشيكوش مهم تعرفوا عليه انه هو يسموه Diagnosis of Exclusion ليش هو Diagnosis of Exclusion انا حشحلكم يا بالتفاصيل بس خلوا هاي الجملة بقالكم نفس تايب 1 هو Associated with Hyperglycemia بس الكوز من Hyperglycemia راح تختلف هنا الكوز هو Insulin Resistance شو المخصوص بالInsulin Resistance هنا Insulin اكو والعادة لا مو بس اكو Insulin اكو Insulin تراكيز كلش عالية Increase بالInsulin Secration سموها Hyper Insulinemia يعني Hyper يعني زيادة بالInsulin يمي يعني بالدم اوكي بس المشكلة انه Body does not respond to Insulin اكو Resistance يعني من مقاومة ضد شغل الإنسulin الخلايا ما تاخد إنسulin بعد ما يعجبه هو موجود بس ما نعتقده هناك مقاومة عندي ثاني واحد يسأل نفسه ليش يحصل عندي مقاومة للInsulin اكو عوامل مختلفة منها Genetic Factor طبعا جينتيكز تتحكم كلش بالحياة يعني واحد ينولد بكروماوسو ما تحالد حياة كليتها هناك هماتين اكو Genetic Factor هاي جينتيك فاكتر طبعا اقوام من جينتيك فاكتر ما تتايب ون هو في الشي كلش يعني اودي يعني واحد يستغربوا كثيراك وراثي هذا مو وراثي بس جينتيك فاكتر تحكم يعني يسمون استعداد الوراثي هناك هذا استعداد عندهم اكو ناس بس الجينات المعاينة اللي سواسح بك ما معروفة معروفة يقول لكم اكو Single Point Mutation يعني تعرفون انتو الDNA مكون من حوامض امينية وقواعد نيتروجينية وهي تشي مرات Single Point مو اكو Sequence هو اكو بس هاي واحدة منهم تغيره ممكن تعرضلي الى ان اكو استعداد بس هناك الحلو بي بالتايب وان شان ان ذات جيل موجود هذا بعد لازم يصر بي لا 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 حتى لهو عندي استعداد وراثي ده هو بعد سنب صح تم ممكن ميصر بي فهو مو يعني حكم ماذا الحاجة ان هو اذا عند استعداد يعني لازم يصر بي مو لازم بس شنو ممكن يساعد اكو Environmental Factor هاي ال Environmental Factor الزود لي ال Insulin Resistance اهمها اهمها Obesity زيادة الوزن ثاني اهم شي اللي هو اصلا يسوي لي يعني يساعد لي بزيادة الوزن اللي هو Low Activity ليش Low Activity؟ هاد اصلا بيش ما يتحرك ياكل وقاعد فاسمين ملعب رياضة هاي ال Obesity و Low Activity اضافني انها هو consumption ماتل دايت كلها حلويات ممكن يكون Smoker يعني Comorbidity يسموها هاي اش رح سوي رح سوي Increase by Insulin Resistance شو معناها؟ معناها تخلي ال Insulin مقاومة ال Insulin ليش واصلا يساعد لي هاي المقاومة هاي يفعل سنوات من سنوات انه ال Cloucoz بالدم عالي اوكي والبنكر ياس تحتاج يفرص هواية هواية Insulin زيادة على مود بس يتغلب على يدخل لي هاي ال Cloucoz زايد هاي الكلوكوز زايد الى داخل الخلايا اوكي فتقوم الخلايا لما تشوفه هواية Insulin هواية Insulin هواية Insulin هواية Insulin بعد ما تستجيب له اوكي يعني هيا الخلايا بريقت شو حلو هاي تعرفوها بكل شي بها sensitivity بها حساسية اذا انا يقطيها كومة يعني اشارات اشارات بصيغة Insulin او غير هرمونات يقوم ما تتحسس رفتو فهاي يصير بعدها مقاومة عمود يقولك خافي عني انه اكو مشكلة فهي عارة تنجرف بالموضوع فهاي واحدة من كانزة من جسم يستخدمها لحماية نفسه ويسويليها مشكلة اوكي فيزداد عندي Insulin والكلوكوز يزداد لنأكله هواية ويقوم يزداد عندي Insulin والبنكرياس يقوم يفرز بعض وبعض 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 فجيصر عني هنان ده يصير عندي حالة يزداد بها الكلوكوز ويزداد وياها الإنسulin الى ان توصل مرحلة البنكرياس البيتاسي وبتتعب يصر بها فتيغ هنان راح يقوم مستويات الـ Insulin تنزل خلنا نتعب الـ Insulin بالأخضر مستويات الـ Insulin يقوم تنزل على العكس المستويات مالة الكلوكوز هذا بنتبت يقوم تصعد باع الـ Insulin ينزل كلوكوز يقوم يصعد قبل طبيعي بس لانيش طبيعي الـ Insulin عندي يصعد لما نتزل الـ Insulin راح تأثيره شاقام يصير؟ رجع الـ Insulin الطبيعي باعوا قام الـ Hyperglacemia تبين قام السكر ده يقوم يصعد ويصعد ويصعد أوكي؟ طعا هاي يصير خلال سنوات مرأسا يتعب عندي البنكرياس خلال سنين عام تأخذ حسنا؟ سعرفتوا شون يصير عندي الـ DM type 2؟ طبعا هانا الـ Patient وعش عدة عدة Obesity وعند Low Activity طبعا يصير بيب السكة؟ لا أكو مرات Associated Diseases أو Comorbid Diseases كيف يسموهم؟ Obesity شايد يعني؟ Obesity Body Mass Index بالـ Body Mass إذا سناخذ الوزن بالكيلوغرام نقسم عليه الطول بالمتر طول بالمتر تربيع راح تطلع لرقب من 18.63 تقريبا يعني توقع 24 حسب ما تذكر 0.9 أكدوري بنهايه هذا normal 25 إلى 30 هذا يسمو Overweight يعني عنده زيادة بالوزن 30 وفوق هاي يسمو Obes يعني بدين فوق الأربعين يعني 30 إلى 40 هذا Obes 40 وفوق هاي يسمو Morbid Obesity يعني سمنة مرضية ممكن حسنية مشكلة كلش كبيرة نحن هذا الـ Patient اللي عنده دي أم ممكن شنو يكون عنده هماتين سعرفتوا الـ PMI عنده PMI أبوشقيد أو 30 PMI 30 أو أكثر من 30 هاي واحدة ممكن يكون عنده هماتين ضغط تعرفون لأن دي أم يسوي هماتين واحدة من السكر هو ضغط ليش؟ سنجل شرحة بعدين ليش؟ الضغط عن 13 على 8 تعرفون طبيعي هم 12 على 7 ها شوية عنده صاعد الضغط ممكن هماتين عنده الدهون الثلاثية صاعدة الـ HDL يسمو الكوليسترول الجيد نازل عنده قليل هاي كليتهم شايفيهم؟ لأن إضافة إلى السكر طبعا إذا أنا إجادة المريض عنده PMI PMI أو 3 طبعا أهم شي إذا تعرفون أنه مرات يكون المريض جسمه كل السمين بس أهم شي إنه ممكن يكون أعرض لي أشوك إنه هالبيج يمكن عنده دي أم إنه تكون السمنة بمنطقة البطنة سموه central obesity إذا عنده PMI ثلاثين وعنده ثيم ذني لو ضغط عالي لو دهون عالية أو أي ثيم ذني الثلاثة هذا ممكن يتعرض لي إلى دي أم أشوك إنه هالبيج ممكن رح سعنده بعديين إذا ما سطر على هاي الحالة سكر بحالة شي سموها يسموها ميتابوليك سندروم ميتابوليك سندروم أو يسموها سندروم أكس أو أكس سندروم رح سمعون بها هاي هو شون ما تتعرف تعرف إنه البيجينت عنده синدرال أوبيسيتي PMI أكثر من ثلاثين أوكي وعنده واحدة من الفلوينج بلد براشر عالي أو ترايجليسراي تصاعدة أو HD أم قليل هذا ممكن يصنع عنده أكثر من غيرة الدوع الثاني من السكري أوكي فعرفتوا السمنا سوات لي شا مشكلة سوات لي إنه هو يكون عنده سكري وعنده مشاكل أخرى ويا السكري يحصل عنده عند الدهون رح يصاد عند الضغط أوكي شو رح يصد عندي شو حصد عني شو حصد عني عفوان البرزنتيشن البرزنتيشن رح تجي نفس البرزنتيشن بسين ان سيمتومز تقريبا مالت تايب وون نفسها بولي ديبسية بوليوريا ويت لوس رح يصد عني هماتين بوليفيجية بس الهنان الفرق بين تايب وون و تايب تو هو الوكال الاتي هي البشيات عمره أقل من أربعين هنا البشيات عمره أكثر من أربعين طبعا هادا ممكن تايب 2 ما يصير بالأعمار الصغيرة بسبب تايب ستايل تشينجز بالريسنت يارز تينيجر اخيرا شايفوا انه دي يصير عندي تايب 2 حتى بالتينيجر هالف الشيء ما اشان سابقا يصير ليش دانس الحياة كلش يسمو اصدنتي لايف ستايل ما عندهم حركة الشباب 14 ساقا دي عالتليفونات وعالايبوادات ونسوالة مثل ما احنا كليتنا يعني هادا البيشنش راح يجيني اضاف النفس الساين ان سمتم راح تجي راح يجيني البيشن يونج هو عرفته يونج ثن البيشنش ضعيف اصلا هو ضعيف لانسوالة عنده قليل فدابس عنده ويتلوس ثن يكون يونج وثنه عنده ويتلوس هنا لا راح تلقوه هو ميدل اير العور الاربعينات متوسط العور يكون اوبيس حتى لو هو عنده ويتلوس هسه بس هو بعده باوبيس يعني موه مو ضعيف وصيس ينقص وزنه بس هو اوبيس اوكي هو اصلا بعده سنين فهاي نفرق رغم انه الاعراض تجي نفسها تجي بوليوريا وبوليوديبسيا وبوليفيرجيا وهي او مالكم هاي اذا اجاني يتقدمني بالاعراض اوكي طبعا في شي حلو داما احنا عدنا استاذنا يقوله انه داما انه انا بالتايب 2 اشك انه هذا المريض صار لخمسة سنين عنده سكر ما يدرب نفسه لان مرات ذول اهل السكر نوع ثان يجوك اسمتماتيك ما عدهم اي عراض يجوون بشو يجوون بكمبليكيشن والكمبليكيشن احنا مو مثل تايب 1 مو دي كاي اي لا كومبليكيشن هنا تكون كرونيك فور طعا دي كاي اي في شي اكيوت يعني يجي يصالفت تثربعة ايام سكر اصعد موه مايترة وداخلك بدي كاي اي وذا عفت بدون علاج يموت اما لا هاي كومبليكيشن كرونيك تاخدها سنين يابا سنين يلا صر يجيك شنو مثلا بلورد فيجن ما يشوف زين يعني السكر ضارب عيني يعني شون ضارب عيني عم ترسب باللورتنا الشبكية وتالفها يجيك مثلا نفروتك سندرام او اني نفروباثي كدني ديزيز الكلية ماتة مضروبة يجيك مثلا ضغوط فش الكلاوي غيرها من هالسوال يجي بعض اشياءات اخرى مثلا شنو هايبرتنشن اتش تي ام ديش لان اثيروسكلوروسيز لان تعرفون اذا يعني انسوني شغل ما اكو قليل فالجسم يقوم يكسر الدهون وطلعها لده هو اصلا اسمين الاخرين انا فراح يترسب الدهون وين بجدران الاوعية الدموية فتسوي ليها قوية فبالتالي وتقدر تطمي نفسها ما يسعد عندي الضغط يجيك تي اشدينة ممكن لا ممكن مو باس هايبرتنش يجيك بستروك الدماغ جلطة دماغية بسبب الهايبرتنشن والدي ام وممكن يستيجي مثلا جلطة دبحة قلبية بهاي كومبليكيشن تيجي اضافة ممكن يجي اسماتيك سمتم اللي هي حتيناها سابقا اوكي يعني عنده تايبون بعد ما يطيبن عنده هذا ممكن انه لارقفنا بالبداية وكل شحول لارقفنا بالبداية انه ممكن انه اذا سيطرنا على الدايت ومريض قام يلعب رياضة ويقلل اكله ويحتمي كون شوية ممكن ممكن انه رذيرتو نورمال او على اقل ما يسابي اصلا حسنا نجعل هاي تجمله شو معنا دياغنوسيس اوف اكسكلوشن احنا عرفنا النوعين الاهم تايب وان و تايب تو دابتس ملاتس autre , فاربنا الaiser اوي ours causes اوكي و هنا انا اضافة لتايب وان تاي اتو اكو انواع اخرى ها اكو انواع جينات تعلق بتجيناتيني عليها يسموها مودي سنشرح لكمية بالتفاصل مراث لا ، مراث لا quê م اما ليها دخلا بالجينات مراث امراض their المرضى السيستيك في بروسس إذا شاهد في فيلم 5 فيتابوارت لعدهم السيستيك في بروسس وعدهم DM لماذا تعدهم DM؟ لأن يصعدهم مشاكل البنكرياس لعدهم بنكرياتي برابلوم مثلا بنكرياتي تصلتهاب بنكرياس و كرانيك و كرانيك بنكرياتي سنوار يدمر بنكرياس وظل يدمر 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 بطالة يحصلون بالنهاية DM ليش؟ لأن السبب الأصلي هو كرانيك بنكرياس مو الريزستنس دون سوني ممكن لا، ممكن أن البيت يأخذ يأخذ أدوية وهم أدوية يأخذها يسموها الكورتيزول هذا ليس يأخذها يوم أو يومين لا، يأخذ الفترة كلش طويلة يصعد سكر الدم و لما راح نجي وراء الديام راح نجيش راح تعرفوا ليش يصعد السكر الدم إذا هاي صعد راح سوي لي DM ممكن لا ممكن أنه عنده أدر ديزيز وهذا من ديزيز شرحناه لصعد سوي لي سكر شن كانت؟ ماذا تذكروها؟ محاضرة البتويتاري أكروميقالي قلنا أنه الصعد لسكر الدم فلما يسعني زيادة بالكروث هرمون حسعني insulin resistance بالتالي دياباتيس فليش نوى إذا شخصت أن هذا ممكن ديزيز وممكن أعالج الأكروميقالي يرجع راح عندي دياباتيس يرجع طبيعي ممكن أكثر عن الكورتيزول ويرجع طبيعي ممكن أنه عالجي البنكريتايتس إذا خلصا أنه مو كلش ممكن يرجع طبيعي ممكن لا صدق في بروسس بعد ما يقدر عني يرجع الديام نعم ممكن أسوي أطيق على جهة تساعد بس هذا مو تايبتو فلازم أنه إكسكلود أثر كوزيز لكل همالكو يلا شخصا أنه هذا تايبتو خلصا أنه لازم أعرف أنه هذا موكين تايبتو خلصا أنه لازم أعرف أنه هذا موكين تايبتو بس لاتي برزنسيشن فهو مو تايبتو لايت برزنسيشن أشخص أنه هاي تايبتو فهذا معنى أنه تايبتو هو يعني تشخيص بالاستبعادات أوكي هاي أتوني تكون هاي وضحاتكم بس هذا كل شيء يعني تعلق بالتايبتو وان تايبتو سأحنا نجي على أنواع أخرى من الديابيتز أنواع بسيطة طبعا هاي ما تحتاجت تطلعون عليها هاي داخلون نفسكم لين هي شوي بها جينيسيك فارت وشوال ها طبعا قرابيكم قبل من ننتقل هاذا المخطط راح يقول لكم الأوبيسيتي شو راح تأثر لي عداء ننتقل ايضا هاي سيقرر بسيطة بسيطة حيث يرى بسيطة 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 تساعد ذلك إذا صار عندي إنكريز هاي هايبرغلايسيميا دي صار عندي إنكريز بالإنسولي سيكريشن عم درجة على الطبيعي وعخلال البنكرياس شون زادت حجم بعدين راح صار بيه فتيغ وعفالير أو فتيغ راح صار عندي إنكريز بالإنسوليين وصار يطلع عني ديئ مثل ما اشرحنا هاي هماتة مخطط انه آي شون كان عندي الكلوكوس دي يصعد بس الإنسوليين يصعد ودا دي عاوض عنه وشون نزل بعدين وهنا نستيجات بس هنجح على الأخرى طبعا الأنواع الأخرى من السكري فالشي يسمو سكر الحمل جي دي ا او سمو جستيشن هذا شنو معنى سكر الحمل؟ معنى أي نوع سكري او هايبرغلايسيميا تصير خلال الحمل او تشخص خلال الحمل لازم انه هاي المريضة الحامل ما صار على هديئة قبل الحمل يعني ما مشخصها انه هي على سكر قبل الحمل فأي سكر يصير خلال الحمل او هو أصلا موجود وشخص خلال الحمل يسموه سكر الحمل هذا النوع اوكي؟ ممكن ورات لما تجيب البيشن يترجع للنورمال يصير نورمال بس اذا صار هذا يترجع نورمال يعني ما يروح من على هالسكر الحمل وهو أصلا متعلق بالحمل بس فكرة حلوة تعرفوها انه هاي المريضة يترجع نورمال يكون معرضة هي زائدا الطفل مالتها الرح يجيب ثاناتهم بيكون يصير عدهم بالمستقبل ممكن يصير عدهم تايب 2 ديئة فلازم دائما يصيرون انتر سيرفلانس يعني يصير عدهم سكرينينج بروغرام يفحصون كل سنة هاي مو شفون اذا صارتهم السكر لا لا هاي نوع اكو نوع من السكر سمه مونوجينيك فورم مونوجينيك شو يعني مونوجينيك يعني فورم هاذا راح يصير بي انه خلل بجين واحد يسويلي هاذا النوع من السكرين راح ينقسم نوعين واحد متورتي اونسات دي ام يسموه مودي يسموه متورتي اونسات ليابيتس بالعمار الصغير اقل من خمسة وعشرين وكو سموه نيو نيتا هاذا يصير الطفل اول من جندلية عنده سكر الفكرة هنانة مثل ما ذكروا المحاضرة اللي شرحناها من الفيسيولوجي قلنا اكل خلايا موات البيتاس تحتوي على بوتاسيوم اوكي هاي البوتاسيوم لازم لما مفتوحة ينفرز عندي انسوني لما تنسى ينفرز عندي انسوني لما تنسى هاي البوتاسيوم الفكرة انه هاذا بالنيونيتا راح يصير عندي ميوتايشن بهاي ميوتايشن هاي الميوتايشن راح يساوي راح يساوي لي انه البنكرات يكسب عملكة تقدر تفرز انسوني وبالتالي يصير عندي ديابيتاس طبعا هاي يصير بالسيكس مونت الفرش سيكس مونت اوف لايف يعني اول ستشهر ممكن بعديا ترجع يرجع الطفل طبيعي وممكن لا تستمروا يا لحد ما يكبر احنا هنانا ما نطيهم انسوني احنا هنطيهم فالدوة يشتغل على ذني فالدوة يشتغل على ذني الاسيل يسدها اوكي ولما يسدها راح يخلي الاسيل ينفرز هذا الدوة يسمو سلفنيوريا لما نجي نشرح على ذنيا ما ديابيتاس راح اشرح لكم يا ومن واحدة من اهم الثلاث الدرقات يستخدموها بال يعني العلاج مات السكر المودي هاد راح يكون راح يصير نقريبا ثلاث انواع او هنا تقريبا خمس انواع اكو نوع مهم يعني نوع مهمات شي فارح اشرح لكم على ثلاث انواع مهمة واحد يسمو بس افرغ بياناته واحد اتعلق بجين يسمو غلوكو كاينيز انزايم جين هذا فيسموه هذا اللي يتعلق الميوتيشن بهذا الجين يسموه مودي اثنين واحد يتعلق يعني جين يسموه هباتيك نيوكليار فاكتر وان الفا هذا يسموه مودي اثري طبعا واحد يقول لي هاي شنو واحد يقول لي هاي شنو يعني حرفين حتى يعني فتش يكونش معقد فانتو بس حفظوا الاسم وحفظوا يا نوع من المودي وحفظوا واحد الخصائص معاينة نحفظتش حفظ سريع بالعادة يمو فالشي كلش مهم بس انواع تعرفوا انه هذا يصير عندهم هنانه رح ساعدهم مال هايبرغلايسيميا دولا رح تجد تلقوهم السكر عندهم ساعد بس سعود خفير والحلو بيهم انه دولا ميحتاجون علاج نوني نو تريتسمنت ركويرد ميحتاجون علاج وميساعدهم كومبولكيشن وحفوهم واحد مرات يقوم بذولا خطيئة لازمية ومعطيهم أدوية انسولين وعلاجات ما السكر بحقيقة ما يحتاجون حتى لو استحبون العلاجات ماكوش ما رح يحصر بهم فبالتالي انواني لازم اعرف دولا عمود لا يعني ما عمطيهم علاجات هم يحتاجون هذول النوع لا دولا يحتاجون علاج دولا رح سنون مثل تقريبا تايب 2 مثل تايب 2 يحتاجون علاج وبعدين دولا بتشعبوا يحتاجون انسولين اوكي اوش يتعالجون بسلفة نيورية مثل القابلهم لو دوس تفيدهم في اسنين بعدين شوي شوي رح يسعد عندهم الكلوكوز يظل يسعد يسعد الاخر شي يستحتاجون انسولين وسرع عندهم شو نصر عندهم سرع عندهم تقريبا هذا الفرق بين مودي وان مودي 2 طبعا بالمحاضرة رح تجعون على المحاضرة رح ترقو هنا هذا مودي رقم مودي 2 وهذا مودي 2 وهذا مودي 3 مودي 5 مودي 1 مودي 3 خيبات اهم شي هي بوتيك النيكريا فاكتر 1 الفا وهذا مودي 2 طبعا الحلو بالمودي انه هو في المريال رح ترقو انه ابو خاله و عمه كلهم عدهم نفس الشي لانه هو فاشي مش بالعوال فهما تنفد معلومة تساعدكم انه تعرفون انه هذا مودي ويكون هما ترقو في العمار الصغيرة حسنا افتهمنا انواع السكري وشون يعني ليش صارت وشون نعرفها وشون نعرف نهال بيشت عنده سكر هسا راح نجي اذا انا واحد اشك انه هذا عنده سكر شون راح اثبت انه هذا عنده سكر راح قسمهم نوعين المرضى لبهم سكر البيشتين ستقسمهم نوعين اسمتماتيك اللي ما عدهم اعراض والسمتماتيك اللي عدهم اعراض احنا هنا الاسمتماتيك على المرضى اثبت انه معدهم سكر يحتاجون two blood glucose test هذا الشرط on two different occasions مرتين مختلفات هذا الشرط الثاني وشرط الثاني is the same method يعني نفس الطريقة السمتم لا one test positive يطلع بي hyperglycemia is enough اوكي كافي ازين واحد يقول تس شنو التست الاكدر اسوي عندنا انواع عندي اول شي اذا البيشت يجيني انا اردت اسويلي اول مرة اردت عرف هالبيلو ما بي يجيني ماكل فاسويلي random جلوكوستس بلاد جلوكوستس هذا راح اقول لا ايك تجيني يوم وماكل بعد الصوح ما مترايق لازم جان اسوي له فاستنج بلاد جلوكوستس ولا انا شكيت ميبينة منه هذة ممكن عنده سكر واحتاج ان اثبت 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 اقدر اسوفد واحد لا كل شي يعني هو بعد ثابت ذاكه اسموه او جي تي 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 أورال غلوكوز تورالينس تست هل ستشرح لكم ماذا نسوي او اقدر مرات يسوي في شيء اسم التراكمي سيسا نانا ولم تقعب لكم أنا نسوي تراكمي وتراكمي ماتي بسر ان هلقل هذا السكر التراكمي جيسر عندي هنا بسكر التراكمي يقيس لي السكر بالترة الشهر السابقة 3 months شلون على الاربيسي خلايا الدم الحمر اكو بروتينات هاي البروتينات تكون حساسة للسكر الدم السكر قومي ارتبط بيها كل ما عندي سكر زايد بالدم ممكن ما نرتوض البروتينات على دا اكثر فنقيس البروتينات هاي نلقاها صاعدة هاي معناها انه هاذ يابه سكر عالي عنده اوكي هذا البيسيك برنسومات ليش ثلاثة شهر او شهرين يقولون انه هاللايف سبار مات الاربيسي وراء ثلاثة شهر راح تغير الاربيسي جديدة بتاري هاي البروتينات تروح ما يدر اقيسها فهذا الفرز يقيس بس ثلاثة شهر السابقة اوكي اذا هنجع على تحليل تحليل شهر القياسات مات ما تعرفون هو انشاء نورمال رينج اوف كلوكوز نورمال رينج تقريبا نقولك من 180 الى 120 90 تقريبا هاي اذا تبيش مماكن او حتى لو ماكن ممكن حتى بيصغل هذا يعني وراء الاكل يعني هذا المقبول ممكن حتى تعريبا اذا 140 وراء الاكل ها معادي ما مشكلة اذا وراء الاكل وراء ساعة يصارس كوكوش عادي هنا الباشنت استعرفتوا نورمال رينج؟ الباشنت اذا اجاني ماكن وسويت الى الراندم لازم القى الراندم فوق الميتين يعني ميتين وفوق يلا اقول هذا سكر اذا لقيت اقل ميتين ما اقول هذا سكر عرفتو؟ اذا سويت الى فاستنج بالفاستنج اذا هو صايم ويسويت الى سكر لازم القى فوق 126 ميلي جرام بر دي سي ليتر يساوي 126 وفوق يلا اقول هذا عنده دي انا اوكي؟ الـ OTTT شغل التواحد الـ HBA1C راح ألقاه فوق الـ 42 ميلي مول بر ليتر بالنسبة المئوية بالنسبة المئوية المقبولة تقدم لحضة 5.9 لحضة 120 ديابيتس لا يحتاج حفظون القيام يعني مثلا عمودة قطيكم فكرة عمودة واحد يقول لكم مثلا باشر أقوي من المستشفى يقول يقول لك 11 جرف 11 عالي بالحقيقة الستة يعتبروه مال سكري الخمسة بوثمانية والجوه هو الطبيعي مرض حتى خمسة بوثمانية يقول لك لا هذا ما قبل السكر يعني هم يحضروا من عنده الOGTT يختلف الOGTT يجيني البايشن فيه فشيات مهمة مانو انا اوصل مريض اقول لي تروح للبيت مو تلعب رياضة هواية ولا تقلل اكلك اكل طبيعي وسوي هاتك طبيعي تجيني صبح مماكل انت الشي اش انطيك اني؟ انطيه 75 ملغرام احلب بغلاس مي 250 ملليليتر واقول لي البايشن هو وقاعد انستيك بوزيشن مفضلة هاي السالفة اقول لي يشرب لي هذا القلاس كله خلال خمس دقائق اوكي فكرة انه انا فاتحة فاتحة هنانة اخذ من الفينياس بلاد من الوريد دم افحص السكر بالدم قبل التست اول ما اجاني قبل ما اشرب السكر هذا اخذ عين الدم و افحصت السكر اشوف جيد السكر هذا راح يكون الفاستنج اوكي بعدين راح يشرب البيشن هذا الناس يقولك حقيسة ورساعة ورساعتين الناس ذلك لا ورساعتين بس كافي الفكرة اذا اني لقيته بري فوق المية وستة وعشرين هذا سكر ورساعتين اني لقيته فوق الميتين هذا سكر او مرات ورساعة فوق الميتين وهنا القى فوق الميتين وهنا فوق المية وثمانين هم اقولك هذا سكر اوكي؟ تعفظوا فوق الميتين كلش كافي مرات اذا لقيته طبعا هيتشي صار هذا سكر يبي بالمية بعد ما اكو داعي حتى هذا تطيطة خمس سبعين ميلي جرام المغلقوس هذا سمو أورال المغلقوس ترونستس مرات راح يلقى لا قيمة محيرة راح يلقى انو الفاستنج فوق الميو وستة وعشرين بس البوستفرنديال يعني ورا الوجبة ورا الكلوكوز رح يصير اقل من 200 ما صعد فهذا ش اسمي هذا اسمي فاستينج الكلوكوز انتولرانس هاي اغرب انتولرانس كذلك بالحياة هذا قبل الديابتك سموه بري ديابتك يعني هذا بيش تمعرض خلال فترة انه يصير عنده ديئة اوكي هذا كلوكوز انتولرانس عفوا مو فاستينج كلوكوز انتولرانس اوكي وهذا بري ديابتك مرات لا اي مرات قلقة شنو قلقة مثلا الفاستينج كلوكوز ماتة هذا اصلا اقل من الميتين بهواي البوستفرنية بس الفاستينج بين المية وعشرة اللي هو نورمال وبين المية وستة وعشرين بس اقل من المية وستة وعشرين فما اقول هذا ديابتك اوكي وورا الوجبة وورا الكلوكوز هذا او وورا ما يأكل عادي ما صاعد هذا هم اقول عليه بري ديابتك هذا الفاستينج كلوكوز انتولرانس يجب انتولرانس داك بيه كلوكوز انتولرانس الفاستينج عندي مال ديابتك بس مده يسعد عادي وورا الاكل فوق الميتين فبالتالي يقول داكه كلوكوز انتولرانس هذا لا هذا الفاستي كلوكوز انتولرانس هذا البوستفرنية العادي اقل من الميتين بس هناك في قيام محيرة بين المية وستة وعشرين ومن المية وعشرة طبيعي هذا هم بري ديابتك هذا ممكن بعدين هم يصر عنده ديابتك اذا لقفته هاي المرحلة او بليت لوكوز انتولرانس اقدر انه اخليه اعدل نظام الغذائي يعني يصر عندي مقايا من السكر النوع الثاني خلال هاي المرحلة اوكي النوع الاول راح يتصر نفس الشي نفس الاني القيام بس النوع الاول يقدر اثبته انه اقيس الانتيبودي بالدم ارحلقاها صاعدة هذا يعني انه هذا تايب اوان يعني بتابتوا ماكو انتيبودي اوكي هسه هذا انا متخاف انه احد يعني احتار او القيم عنده يعني صعب يحفظها رأسا مكتوبة اهنانا تباعون هاج الدول مكتوبة ضبطه شقدر القيم بري ديابتك وديابتك اوكي وهذا التوصيات ولشون اخو السامبول بالاو جي تي تي اوكي طعا اهنان هذا بخاط كلش حلو هو الاطلاع لكم خليته هذا يعني ما يفيدكم هسه منصيرون مقيمين ان شاء الله اذا البيشنة اعرف انه هذا المريض اذا عنده سكة اذا البيشنة ما بيشي وطبيعي شو راح اشو راح اسوي له منجبنت اوش شو راح ازعالته حالي على مدعفة بسكة ولا لا اذا هو مثلا انوال قتل كومبولكيشن شو اعرف اذا هذا بي كومبولكيشن وشوان اشي سوي له هاي كونش حالة تطلق علي هسه نجي المنجمنت اوف دي ام خليش راح لكم على المحاضرة المنجمنت اوف دي ام باي دراجز اول شي طعا اذا تايب وان اذا تايب وان هذا ما يقبل ايشي غير الانسولين انسولين انطي فقط اوكي نحتيكم اذا تايب 2 اذا تايب 2 لا استخدمنا الستراتيجيز اول واحد راح استخدمنا دراج هذا دراج كلش مهم اسمو المتفورمين ها اقولكم اسم المعروف كل مكان كلوكوفيرج هذا الكلوكوفيرج هذا فرست لاين تريتمنت اول واحد يجي لي بي تايب 2 وكذا كنزي تايب 2 اطي كلوكوفيرج الاكشن ماتة ميكانزمة معروفة بس شنو يسوي لي سوي يقللي السكر بالدب يحفز الخلاين تقوم يعني تصير حساسة للانسولين فهو انسولي سنستيزر سايد افكت ما انتة كلش قليلة اعتبار جاء ايجي ايتي سايد افكت وممكن يسوي لي مثلا لكثي كاسي دوسس بالباشر عندهم ليبر ديزيز وعندهم اوكوهولزم يعني يشربون كحول تاني اهم شي سمو انسولين سكريتو جوغ هذا يخلي لي ينفرز الانسولين هذا القلم الانسولين هذا اللي قلت لكم عليه صلفني وراء وعرفت شون يشتغل هذا يسدل بوتاسيوم وخليلي اللي يصار عندي شا اسمه يعني يفرز عندي الانسولين مشكلته هذا هذا شبيهة بس مو هو يسيشبه لي يشتغل نفس الشغل بس بوده اقصر مشكلة هذا طعا هذا حل بي شنو انه يسوي لي ويتلوس نزل وزن المريض وقل الكمبيض بالمتفورمي هذا مشكلته انه هو رح يسوي لي ويتغين للسولفينيوريا ويتغين نفس الافكت من الانسولين العادي وسوي لي رسك اوف هايبوغلايسيميا يعني ممكن ينزل لي سكر الدم كلش هواي والبيشنط يدخل بشاكل ذني طبعا هواي ادوية يستخدموها بالسكري اذا تحبون اشرحلكم اياها طعنها حلو تحتاجها محاضرة ساعة اذا تحبون اشرحلكم اياها السكر الدم اكو اللي سمو لنتي او مطول هذا يطول الصبح بالليال على موض يعني يمشي تقريبا اشتول 24 ساعة يخلي دائما السكر الدم محافظ عليه والمشكلة انسولية نفس مشكلة السلفانيوري يسوي لي ويتغين وسوي لي هايبوغلايسيمي ويسوي لي شغلة بسيطة شغلة خطرة بأهل السكر ينزل عندهم السكر وعد حتى يدخلون كومة يسموها هايبوغلايسيمي كومة ودائما اللي يقولك بالطوارث اللي يتروحون ان شاء الله المراحل اللي يتقدم ويحضروكم كمقيمين سيقولك اول بيشنت يوصل لك فاقد الوعي تغيس للسكر اذا نازل عندي تعاوض السكر اذا نقعد ورات حتى ممكن صاع السكر وفاقد الوعي فلازل تغيس السكر انت فهذا هماتيا انسولي رابط ولانت طبعا بيهواء التفاصيل فاقدت لكم هل تحبون نشرح لكم ياها وكي نشرح لكم محاضرة الاخرى ومتلكم الخبرائي مساوتكم عليها ملخص نزلكم ياها بعدين اوكي هسا هاي المنجمنت بلان طبعا بالمحاضرة هماتيا اكو هذا المخطط راح يعرفكم الانواع الادوية وهذا اهم انسولي وصف النورو متفورمي اهم شي اكو انواع الاخرى وحارفكم الside effect مالت اهنا هماتيا الشون استخدم بالبداية الhybrid type 2 الشون اسوي خطة علاجية هاي خطة علاجية حشوفوا قبالكم هش تجي اول شي انصح نصائح عن الحياة بعدين اطي مونو ثرابي يعني علاج واحد اول شي متفورمين ما به بجوا وبعدين اذا قضل السكر عدا يصعد ما منتظم اطي دوال ثرابي اطي علاجين متفورمين سلفين نيوريا وغيرها انواعات طعلا هاي خطة علاجية الاخصائي هو يعني اختارها مو انتو يعني طبوة مقيمة بس يعني توحل تعرفوها الكمالات يطون triple therapy نوعا من العلاجات ويا انسولين او يطون بقد يجو الانسولين واحدة وانسولين ولكلوكوفيج اوكي هسه نيجي على complication of dm complication of dm dka دابة كيتو اسدوس اتعرفتوها سابقة راح اعيدكم ياها على السريع بالdka صارت عدي انكريز بالكلوكوفيج بالدم انسولين ماكو الجسم قام يصنع اللي كلوكوفيج زيادة فصار عالي كلوكوفيج بعد اكثر قام شي يسوي حلل للدهون عمود يوفر لطاقة اللي بغلص سوتلي ketone body يعني الناتج ما التحلل للدهون صار عندي ketone body ketone body دخلتلي للبلوت سوتلي اسدوس عمود جسم يطرحها صار عندي urination طار urination هذا بهمغتين كلوكوفيج عالي وبي ketone body صار عندي من يوريش حص عندي dehydration وصار عندي well urination واندي hydration وبسبب الاسيدوس ثلاثة هندن رح سوي الكترولايز لاص يالكترولايت راز نحص عندي بوتاسيوم رح ينفقد رح ينفقد عندي صوديوم ورح ينفقد عندي الثالث يوم ممكن يصر عندي يوريما يصعد عندي يوريا حفظ هاي حفظ اخبر شيء مهم يلاحظ ان البوتاسيوم ستجد بالحقيقة صاعد بالدم هاي خطرة وضعفة لس مونسكوب بوتاسيوم شلون لما عندي أسي دوسيز هنا عندي كيتون بادي خانرسم بادي خربة بطوية البوتاسيوم خانقول الكيتون شنوف ترمزل الكيتون بادي خانرمزل هي ثلانسي خانب الكيتون مونسكوب مونسكوب بالابلاد راح تجد الكيتون بادي زود للحامضية و المسؤول عن الحامضية الدم الحقيقة هو الهايدروجين ايون راح تجدوه هنا اضافة الى السيوت و السيوت يعني يسوي حامضية بالدم هنا الهايدروج تقوم الخلايا الموجودة يام الدم شو تقوم داخلها تقوم تطلع البوتاسيوم لي برا تسحب لي هيدروجين سر بلايسمان يعني بالخلية يصير هيدروجين بوتاسيوم سيطلع ليش على مون تسحب لي جيد ما تقدر الايونات الحامضية الهايدروجين من الدم وتقل الحامضية الدم بالتالي اكو بوتاسيوم دوس بداخل خلية بعد ما اكو بوتاسيوم بس هو صاير وين بده وده ينطلح باليورن فيصير عندي هايبر كاليمية ويث بوتاسيوم ديبليش ويحبون هاي الشغلة فنتبهوا على هاي الملاحظة خاطئ احا يسألكم اضافة ان شغلة الأخرى تسوي حامضية بالدم هو CO2 غازل ثمانكسي كاربون في الجسم يسوي يتنفس ياخذ نفس نفس عميقة و سريعة يسمى اير هنجر شو الفكرة مال اير هنجر الفكرة انه هاي يتخلص من اكبر عدد ممكن من CO2 اطرح CO2 على موقع الحامضية الدم طبعا اهنا المشكلة الحامضية ما راح تغليش ان السبب الحقيقي بالحامضية هو لا CO2 ولا اله بس هذا راح يصير يصير عنديها ما تينفج اسموكم بس هاي ربوع كلش عامي فيعان بس انتوا حفظوا انه عندي يصير اير هنجر لان هاي علامة راح تشوفوها بالمريض راح يجيكم هاي علامات مذابتك كيتو اسيدوسيس وعرفنا ليش صارت دا مواضحة عيدو يعني رجعوا عيدوها من البداية سمع شرح مرتلو لي كلش سهلة وبسيطة شون عالج المريض هذا انطي انسولين وانطي فلوث ثرابي فلوث ثرابي يعني نورمال سلاين انطي فلويد على مدق عوض المي الراحل عنده وخفف الهايبرغلايسيميا وانطي انسولين على مددخل الانسولين راح تسوي شغط هنا يمنع اللايبوليسيس يوقف هاي اللايبوليسيس والكيتون بدي فورميشن وراح يستدخل للكلوكوززيد الى داخل الخلايا اوكي هاي ديكاي هاي complication of diabetes الكمplication الاخري سموها HHS أو سموها hyperosmolar hyperglycemic state لا تخترعوا صران هواية بس شغطة حلوة تعرفوه عن هاي معلومتين مهمة هي تشبه الديكاي اي بس ماكو اسيدوس السكر بيهم كلش عالي هاي تلقون السكر هنانا 600 During till like 800 كلش عالي هنانا هاي يصير بال Type two وبس arquitecture وايصير بها اسيدوسasi مترشبي ب High Alma 2 بال immigration تعرفوه عن هاي يصير باليونق كيف مسمان احنا اسمولارتي الفلاسب Eink هنالة كبيرة 200-255 هنالة راح توصل حتى بال 그럼 till time H1 hiper ozmolar hyperglycemic state او سموها سندرام فنانا يهمي سرعتهم بسفير ديهايدريشن خصوصا انهم اكبار بالعمار و سرعتهم ديهايدريشن لوز اوف الفلويد فو ممكن يدخلو لك بكومة مشاكل هواية العلاج نفس الشي تقريبا انسولين وفلويد ثرابي اوكي هاي كوشي يعني تتجعرفوها يا خب اذا احسألكم عالموضو زيان عندي او كوشي اوف دي ام فالشي مهم تعرفو عن المشكلة بدي ام ان هو اعتبرو هذا بلود فازل هنانا الكلوكوز زايد راح يثلف لي الخلايا و لا بلود فازل فرح يسبو الي بي او يعني Vibrosis تستمج بالخلايا او اعتبروها مثل الفتحات تقوم هاي الخلايا صاحب تيصر بها Vibrosis اكو تليف تليفات اهنان تليف تيصر على الخلايا على البلود فيزلز عفونا يا الخلايا على البلود فيزلز الكابيلا ريز بالحقيقة بس هاي رغم التليف راح تقوم تصير ليكي الشي طلع تطلع لي البروتين تطلع لي فلويد من داخل البلود فيزل تطلع لي شقر كلوكوز فراح تتلف لي اي مكان تصير بها اوان ما صر هاي شو ما راح تصير عدي تلف قلت لكم شنو التلف اللي صير خلني ايجي نرجع علي هاي طبعا نساني سمتم اف دي كاي اي هماتين اجعوها هاي الكمبليكيشن ريتينوباثي مشاكل بالعين امبيرد فيجين طلع عليك مش مقدر شوف زين نفروباثي رينال فيليار مشاكل بالكلية ممكن على الجزء كلوي هاي طبعا دي يصير كلها نفس الشي بماكن مختلفة برفرال ان يوروباثي يصير مشاكل بالاعصاب تجيب سنسوري لوس تجيب بين تجيب موتور ويكس باش يقوم يسمو اعدام بالاحساس يقوم ما يحس باطراف اصعب على رجلة ولا ايدة ما يحس بيهن يصير بخدرانة وكيصير بيها قلم مثل احساس مثل برنينج سينسيشن حسنها قاعد حترق مثلا هيجو شي او ما يدر حرك ايديا ورجليا زيان ممكن يصير عنده هواي مشاكل اهم هالفوت ألسرز هاي يسمو دياباتك فوت ألسريشن يصير مثل المكان متقرح بالرجل يوقع وهاي يصير مثل مرات قنقرين وقصون رجلة يصير من ورا هاي السلفة الماكروفاسيكولر هو الكورونالي أرطري ديزيز أم آي ماي كارديا فاكشن جلطة وذبحة جلطة دماغية وكيصير عنده إسكيمية بالأطراف ويصير عنده يعني نازم يقطعون رجلة هذا نفس الحتي شرحنا بس بمخطط شون النقصان الإنسونية راح يأثر على فعالة الجسر هذا نفس هذا بس على كتابه اتمنى تكون المحاضرة واضحة اي استفسار عدكم تقدرون ترسلوا ايايا اقدر اشرح لكم اي جزء من عد هون عيدة دا ما واضح عدكم حاولت انه اختصر هالمحاضرة هالتفاصيل ديام كل شهوية اشتركوا في القناة